طبق اليوم اكثر من رائع سهل وسريع ولديد جدا للغداء او للعشاء كمقبلة او كطبق رئيسي جيبي البطاطيس واجيو نحضره مع بعض غادي نحتاج ان شاء الله هاد البطاطيس اللي كتكون الحجم ديالها صغير هادي هي الوقيت ديالها رخيصة في الثامن ومتوفرة بكترة في السوق فاخديت انا كيلو ديال البطاطيس هادي الرقيقة او لا صغيرة كنغسلوها مزيان غادي نديروها التسلق فتقدرو تقشروها وتعملوها التسلق او لا هكا تسلقوها بالقشور ديالها فانا غادي نقفل عليها في طنجرة تضغط المدة ديال العشرة ديال الدقايق على نار متوسطة اذا درتوها مقشرة او لمنقية بلا ما تشدو عليها الطنجرة باش باش تبقى محافظة على الشكل ديالها من بعد ما كتتتسلق البطاطيس فهدي صغيرة ركتتتسلق بسرعة وكتجيها كبنينة بزرح حتى في المعرق غير هو في المعرق هاد البطاطا الصغيرة انا كنخليها صحيحة ما كنقسمها شي كتجي واعرة كتجي موخة من الداخل سافين بعد ما صلقنا البطاطيس ديالنا كننقيوها كننقيوها و هي مازالة دافية اذا خليتوها حتى كتبرد كتقساح يعني من الاحسن تنقيوها كوية مازالة صخونة اذا كنتو سلقتوها مقشرة من البداية كملو عليها نيشا وحتى هذه البطاطا الصغيرة را تقدروا تديروها بالقشور ديالها لذا القشور ديالها رقاقين بزر يعني بزر ديال احكى الاخواتر يقدومي نقيوها شرع عادي حيط القشور ديالها رقيق بزر 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 ونزيد التوم قصبي اللي كي بقى اختياري التوم اللي عادي او التوم بودرة كافي انا متوفر عندي هات التوم قصبية وعملتها ولي عندهم هات التوم قصبي كي تبدي اللون ديالها هاد الغليقة اللي كتكون هكا في ديال الالمنيوم حاولوا تخليوها وتسدو عليها باش دائما كتبقى محافظة على اللون ديالها رشيشة ديال الملحة شوية ديال الزيت غندير انا غير هكا كوحدة ثلاثة ديال المعالق وغادي نزيد الحار اللي كنحمق عليه الحار الحار مطحون لما كتبغيوش الحار غديرو شوية ديال التحميرة بشتعطيكم واحد اللون زوين التوم اللي داروري كتعطي طعم واعر هكا كنحكها في الحكاكة او هكا تقطعوها صغار ولي كيبغي هكا كالفصوص ديال التوم صحاحي تقدرو هكا كي جوم شوية معها زويني سوف نحاول اللبس هذا البطاطس كلها بها التوابيل ومكينش في حال خدمة باليد كل البطاطا كنحاول هكا كده نلبسها مزيان مزيان بهذا التوابيل اللي عملنا فلاحظوا معي الزيت ممك التراش اللي كي بغيها تجيب بحال مقلية يزيت شوية في الزيت انا في الآخر غادي نزيد غير واحد ملعقة فقط هنا غادي نزيد واحد جوجة معالقة ديال لاشابلور اللي كيبقاو اختياريين كانت متوفرة لاشابلور عملو هيدا ما كانش متوفرة ممكن تستغنو عليها انا كناخد هدي جاهزة وبعد المرات كندير لاشابلور اللي كنكون محضرة في البيت كنجيب الخبز ديال المخابيز او لالباقت او الكومير كنخلي حتى كي يقسح شوية كنا نحمصو في الفران كنجيب الخبز كنجيب الخبز كنجيب الخبز او لديه جوجة معالقة هنا تقدروا غير واحد المعلقة تخليوا الحبات البطاطس ديالكم صحاحين ادخلوهم للفران او تقدروا هكا كل حبة ديال البطاطس كتضغطوا عليها بالشوكة او لا بشي كاس انا هكا كتعجبني هكا تكون ممعوسة حيث الحبات ديالها شوية اكبر كنجيب الخبز اضطت المعلقة للزيت بالفوق الزيت اللي استعملت ناباتي تقدروا زيت الزيت ندخل طبق الفران يشعل الفران من الفوق ومن تحت 250 درجة لدرجة عالية هذا البطاطس كنت تفقرع الزيت نحن نطلعها بالميكسور باش تايلة هكا فكرة الاخوات الى درسومة الوحد الكيمية كتبقى يومين ثلث يام ما يوقع لها والو وبالخصوص اذا كانت المدة الصلاحية ديال الحليب طويلة فاخديت انا جوج معلقة ديال الحليب معي القاعد ديال الخل اي خل متوفر عندكم وغادي نطلعها بالزيت حتى نحصله على القاوم المرغوف تاكن نحصله على واحد القاوم كريمي فجوج معلقة ديال زيت كي ياخدون لنا تقريبا 1-4 كاس حتى نصف كس ديال الزيت في الاخير مني نطلعت ليا كنزيد حبة ديال فرماج متلت وشوية ديال قصبور مع دنوس تقدروا تزيدوا غير التوم او الباصل المدق اللي كيعجبكم انا عندي داكت خليط اللي كنتقسمت معاكم فيها التوم وقصبور مع دنوس هي اللي استعملت وكن عاودنا اكد تقدروا يعني تديروا انك هاد الباصل اولا ديال التوم اولا ديال مع دنوس اولا ديال الزعتر باش ما بغيتوا انا كنحمق على الطعم ديال التوم قصبور مع دنوس كي يعطيوها واحد طعم رائع هذا هو القاوم كتجي واحد صلصة اللي كريمي وبنينا بنينا بززاف بطعم التوم طبق ديالنا ديال الباطاطيس منين كنخرجوهم الفران كي يكون بهذا الشكل كنزيدوا واحد الرشيشة ديال توم قصبي تقدروا تزيدو الزعتر وبنسبة لطياب ديالو كياخد تقريبا واحد خمستاشر دقيقة في الفران تكي يصبح بهذا الشكل فاذا كلا نسيت ما قلت لكم ان لاشا بلور كتعطي غير للباطاطيس هكا واحد تقرميش يعني الاخوات اللي ميتوفروش على الاشا بلور تقدروا ما تديروهاش والباطاطيس بهذا الشكل هادا كتجي محمرة من فوق و من تحت تحمرة اللي ذهبية مشي بزاف تقدروا تحمروها كتر و هكذا يعني تحكلوها غير هكذا بالشوكات تديروها في الباكيت هكا معها تصوص كتجيب حرشي ساندويش بنينة بزاف كطبق هكا خفيف او لا كمقبلة بطاطيس كتجيب نينة بزاف شهية تعجب الصغار و الكبار و انتمنى ان شاء الله تجربوها را غا تعجبكم بزاف كتجيها كتقرميشة كفتية من داخل و طايبة بزاف كتدف الفم فهكا نستغلو ذاك البطاطيس صغيرة اللي ممكن عرفو بعض المرات ما نديرو بيها هكا يبقى كطبق يعجب الكبار و يعجب الصغار كملاحظوا تقدرو هاد البطاطيس بعد ما تطيبوها بهات الشكل دهنو هكا بشي سوس من الفوق سوس طومات ترشو علي واحد الرشيشة ديال الفرماج تعودو ترجوها الفرراء ايضا كتجيزوينة بزاف عمويم كينين اضافتي دبويتو تزيدوهم و لكن صدقوني غير هكذا البطاطيس مع هات السوس را ما غاديش تشبعو منها باللدة اللي كتجي فيها وهذا كيبقى طبق سهل و سريع للعشاء را ما غاديش تشبعو منه كنعاود نقولها انتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتجربو السوس فالسوس كتجيبني نترافقوها مع الزبدي الاطباق را كتجي من الالد لسوس اللي ممكن تحضروه و ناجيها مليون بالمئة طلعوها باي خلط كهربائي عندكم وترافقوها مع عدة اطباق بهذا وصلنا نهاية الفيديو كان عندكم اي سؤال او استفسار تركوه للتعاليق و انا انضرب لكم موعد فيديو اخر بحول الله مع وصفة او اقتراح جديد دمتم في رعاية الرحمن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا